بسم الله الرحمن الرحيم طلبت وطالبات الثانوية العامة بمراحلها الثلاثة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم موعدنا ما حل قطع جديدة من قطع الثانوية العامة فلنبدأ توريزم كان بي بري امبورتانت تو اكنتريز ايكونومي ابا السياحة من الممكن ان تكون مهمة جدا لاقتصاد بلد particularly وعلى الاخص in less developed countries في الدول الاقل تنمية where it can drive growth حيث يمكنها ان تدفع التنمية توريزم also tends to have important impacts on the environment السياحة ايضا بتميل ان يكون لها اثار مهمة على البيئة and society at large والمجتمع عموما that's why ولهذا السبب many countries make great efforts to encourage tourism عديد من الدول بتبذل جهودا كبيرة لتزجيع السياحة and many also depend on what they earn from it to keep their economies going والعديد ايضا بيتمد على ما يمكنه ان يربحه منها لكي طبعا يجعل اقتصاد يسير او يدور companies regularly arrange trips through the sahara desert الشركات بانتظام بترتب رحلات عبر السحراء الكبرى or to the Himalayan mountains او قبال الهمالاية for whoever enjoys such trips for whoever من ابل اي شخص بيستمتع بمثل هذه الرحلات but the numbers of visitors are few ولكن عدد الظوار بيكون قليلا most tourists معظم السائحين try to choose whichever places have fairly comfortable cheap hotels ايبا طعن كثير من السائحين بيحاولوا ان يختارهم اي اماكن اللي بيكون فيها طبعا فنادق رخيصة ومريحة الى حد ما ايبا fairly comfortable cheap hotels quiet good treatment ومعاملة جيدة تماما reasonable safety وامان معقول بعندي safety طعن امان reasonable معقول sunny weather and plenty of amusement or unusual things to see ايبا طاقس مشمس وكثير من الاشياء طعن فيها متعة the amusement او اشياء غير عادية لرؤيتها direct choice of a place اختيارهم للمكان for a holiday من اجل اجازة also depends on when they can get away بيعتمد ايضا على المال الوقت اللي هما بيذهبوا فيه هناك it isn't very pleasant to go to a place when it's having its worries to there فليس شيء صار لان تذهب الى مكان اما يكون اسوأ طقس فيه موجود في ذلك الوقت one big problem for a nation wishing to attract tourists is the cost of building hotels for them فالمشكلة احدى المشكلات الكبيرة بالنسبة للدولة التي تتمنى جذب السياح هي تكلفة بناء الفنادق بالنسبة لهم building big hotels swallows up a lot of money فبناء الفنادق الكبيرة بيبتلع كثير من المال swallows up and many of the countries that need tourists are poor وعديد من الدول التي تحتاج السياح تكون فقيرة what they spend on building has to be poor from foreign banks مما الذي أو الذي ينفقه على المباني بيضطر انهم طبعا يتسلفوا من البنوك الأجنبية another problem is that مشكلة أخرى هي more and more big international companies are building hotels over the world اذا شركات دولية كبيرة أكثر فأكثر بتبني فنادق في جميع أنحاء العالم so that لذلك the profits from these hotels often don't stay in the country إبعى الأرباح التي تعمل بتأتي لهذه الفنادق غالبا لا تمكس في البلد in which they have been built ما في البلد الذي قد بنيت به there is also the question of training the hotels staff هناك أيضا قضية أو مشكلة تدريب عن عمال الفنادق teaching them foreign languages تعليمهم لغات أجنبية how to cook the kind of food that foreign tourists exhibited وكيفية طهي نوع الطعام اللي تعني السياح الأجنب يتوقعونه نشوف الأسئلة مع بعض أول سؤال unless we provide tourists with the best service they بل إذا لم نقدم للسياح أفضل خدمة تعني أتيبها الإجابة they will never return to our country لن يعودوا أبدا إلى بلدنا 17 some people don't go to a place for a holiday although they like it because it البعض الناس يذهبون إلى مكان من أبل الأجازة على الرغم أنهم بيحبوه بسبب تعني أتيبها الإجابة it has its worst weather لأنه بيكون فيه أسوأ تقص في ذلك الوقت 18 what does the underlined word they refer to لكن مجزلة تحتها خط بتشير إليه طعم بالرغوة للكطعة هنلاقي countries اللي هي الدول 19 to attract more tourists to come to Egypt we mustn't يبقى اللي طبعا هنا عشان نجزب سياح أكثر لأن يأتيوا إلى مصر فلا يجب طانا تيبها الإجابة بين increase hotel and food prices إبقى من زودش أسعار الفنادق والطعم 20 the phrasal verb الفعالي للصلاحي اسواله أب يبتلع can be replaced by ممكن نستبدله به طانا تيبها يوزز أب لا يستهلك 21 many countries try hard to encourage tourism because عديد من الدول بتحاول جاهدة لتشجيع السياحة لأن it's the main source of income لأنها المصدر الأساسي للدخل 22 what attracts most tourists to a certain place to visit ما الذي يجذب معظم السياح إلى مكان محدد ليذورونه طاني cheap hotels صح فنادق رخيصة friendly local people الناس المحلين الودودين good weather والطاقس الجيد فاتبع الإجابة عندي a b and c ليادي 23 without having well trained hotels staff to rest swell اللي طبعا بدون وقود أو امتلاك عاملين للفندق متضربين تدريبا حسنا السياح طانا تبقى will refuse to stay in these hotels إبقى السياح سوف ترفض الإقامة في هذه الفنادق شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته